الكل تابع ذلك الجدل الكبير الذي أحدثته المعلومات التي تتحدث عن علاقات بين جبهة البوليزاريو وإيران وحزب الله وغيرهما وحدث الكثير من الكلام واللغط حول هذا الأمر فالمغرب وجه رسميا اتهامات إلى إيران بدعم البوليزاريو وصل الأمر إلى حد الطائرات من دون طيار والتي تهدد حتى البوليزاريو باستعمالها ضد المغرب حسب معلومات جاءت على لسان قياده في جبهة البوليزاريو وأيضا معلومات من قبل تم تداولها على دور لعبه أمير موسوي الذي كان ملحقا ثقافيا في الجزائر أي في الصفارة الإيرانية في الجزائر وقمنا حينها بحملة شرسة ضد وجوده لما كان يقوم به من دور قذر في إطار عمل منظم وممنهج لصناعة طائفة موالية للحرس الثوري الإيران المهم أن الاتهامات المغربية جاءت رسميا سواء من طرف وزير الخارجية ناصر بوريتا أو من طرف عمر هلال ممثل المغرب في الأمم المتحدة وما إلى ذلك من هذه الأمور اليوم لا أريد أن أخوذ في هذا الأمر كتحليل اليوم سأعرض وثيقة خطيرة للغاية هذه الوثيقة ضمن آلاف الوثائق التي سربت في أواخر 2012 وقد تحصلت أنا عليها وبحثت فيها وجدت فيها الكثير من المعلومات وكان من بين هذه المعلومات هي هذه الوثيقة التي سنتحدث بها والحقيقة أن هذه الوثائق هي عبارة عن ذاكرة كومبيوتر أحد الضباط المنشقين الذين انشقوا عن المخابرات حمل معه هذه الذاكرة وسلمها إلى بعض الجهات هناك حتى برنامج تلفزيوني تم تناوله في قناة العربية حول هذه القضية بعض الوثائق وهناك وثائق أخرى تحدثت عنها من قبل